بعد شهور من القتال البطيء قال خبراء أن روسيا وأوكانيا يستعدان لجولة جديدة من الاقتتال فلنتابع كيف يحاول كل منهما إدارة المرحلة القادمة بشكل حاسم ذكرت المخابرات الأوكرانية أن بوتين أصدر أمراً بالسيطرة على منطقة دونباس بالكامل بحلول مارس وتحسباً لذلك عززت روسيا بالفعل خطر مواجهة الشرقية من أجل مهاجمة المواقع الأوكرانية وهي كما قال خبراء تتطلع إلى تحقيق نصر رمزي من خلال طرد الأوكرانيين من باخموت كما تهدف روسيا أيضاً إلى تأمين خطوط الإمداد بشن هجوم مضاد لحماية كريمين التي تقع على طريق سريع رئيسي بين الشمال والجنوب في لوغانسك كما أنها ستهاجم الجنوب الشرقي أين تتموقع القوات الأوكرانية على بعد أميال قليلة من خط السكك الحديدية الوحيد المؤدي إلى شبه جزيرة القرم لا يستبعد محللون عسكريون أن تتحرك القوات الروسية من الشمال ومن الجنوب في حركة كماشا تطوق القوات الأوكرانية في دونباسا وذلك بالموازات تنفذ هجوم من أراضيها وتحديداً من منطقة بيغورود ويستهدف مدينة صوم الحدودية ومدينة خاركيف وبخلاف روسيا لدى أوكرانيا خيارات محدودة ربما للمضي نحو شرق البلاد لذلك توقع خبراء أن تركز أوكرانيا على الجهة الجنوبية لها البلاد خاصة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا وتقع في نطاق صواريخ أوكرانيا مثل ميلوتوبول وتوكوماك ومريوطول وبشكل أكثر تحديداً ستكون مدينة ميلوتوبول الهدف الأوضح للهجوم الأوكرانية وفي تقديل الخبراء بالتأكيد لنا تقع عند تقاطع طريقين سريعين رئيسيين وخط سكك للحديد الهدف من الهجوم هو قطع الإمداد عن القوات الروسية عبر الجنوب وفي حال ناجحت أوكرانيا في تقسيم القوات الروسية يقول الخبراء أن ذلك سيضعف سيطرة روسيا على منطقة خيرسون ويقطع الإمداد إليها وبالتالي لا يمكن أن تصل التعزيزات الروسية إلا عبر شبه جزيرة القرم وهذا طريق يقع في نطاق الصواريخ الأوكرانية أيضاً